التغيرات الفيزيائية والكيميائية أولاً المادة المادة هي كل شيء له كتلة وحجم معين ويشغل حيزاً من الفراغ الموجود فيه أي تشمل جميع كل ما يحيط بك يمكن تمييز مادة عن مادة أخرى من خلال مجموعة متعددة من الخواص وهذه الخواص لا تختلف إذا اختلفت المقادير بل تبقى ثابتة ويمكن تقسيم هذه الخواص إلى خواص فيزيائية وخواص كيميائية ثانياً الخواص الفيزيائية للمادة هي الخواص التي يمكن ملاحظتها دون تغير في التركيب الداخلي للمادة مثل اللون والرائحة والتي يمكن تصنيفها كالتالي خواص حرارية والتي تتضمن معامل التمدد الحراري حرارة التبخر الحرارة النوعية حرارة الانصهار الاشتعالية وغيرها الذائبية وهي القدرة على تحلل جزيئات مادة مذابة في مادة أخرى مذيبة مثل ذوبان السكر والملح في الماء خواص مغناطيسية والتي تشمل كل من المغناطيسية المسايرة الحديدية الحديدية المضادة والمعاكسة خواص ميكانيكية والتي تتمثل في مقاومة الشد والانضغاط والمرونة وتتمثل كذلك في القابلية للطرق والصلاد وغيرها خواص إشعاعية وتتمثل في أشعة بيتا وألفا وجاما والأشعة السينية وغيرها خواص صوتية ومن أهمها سرعة الصوت ومعامل انكساره ومعدل امتصاصه ومعامل انعكاسه الخواص الكهربية وتشمل ثابت العزل وشدة العزل الموصلية الكهربائية والسماحية الخواص الضوئية والتي تتضمن حيود الضوء التداخل انكسار الضوء وانعكاسه وسرعته ثالثا الخواص الكيميائية للمادة الخواص الكيميائية وهي خصائص غير مرئية ولكن يمكن تحديدها عن طريق الحواس المختلفة ويمكن تعريفها بأنها الخواص التي تعطي المادة المقدرة لحدوث تغير فيها ينتج مواد جديدة ومن أهمها ما يلي التفاعل وهو مقدرة المادة على التفاعل مع غيرها من المواد الأخرى للحصول على مادة جديدة تختلف في صفاتها عن المادة الأصلية ومثال على ذلك الصدأ على الحديد قابلية الاشتعال والتي تتميز بها بعض المواد عن غيرها مثل الذهب التحليل الكهربي وهو تغير يطرأ على المادة نتيجة تعرضها لتيار كهربائي مثل تحلل الماء إلى أكسوجين وهيدروجين